للتوسع في النقاش ينضم إلينا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام محمد أبو الفضل أهلا بك أستاذ محمد عبر سكانيوز عربية كيف تتابعون مسار ما يجري في القابون في دول كل ردود الفعل المنددة إن كانت دول يعني إفريقية نددت وحتى دول غربية هناك ما يعتبر أن المسار الديمقراطي في القارة الإفريقية بأكمله مهدد يعني هناك مفارقة شديدة جدا في مواقف الدول الغربية والأوروبية بشكل خاص وهو أنهم يرفضون الإنقلابات العسكرية أو الحكم الديكتاتوري ويقبلون بحكام يأتون عن طريق انتخابات شكلية وهم أيضا مستبدون هذه هي المفارقة الغريبة فليس كل الإنقلابات العسكرية أو كل ما يأتون من مصادر عسكرية يكونوا مستبدين وليس كل من يأتوا بطريقة ديمقراطية خاصة في القارة الإفريقية يمكن أن يكونوا غير مستبدين على الدول الغربية النظر إلى هذه المسألة بشكل عميق بشكل يرجع الأمور إلى أصولها إذا كان الرئيس علي بونجو هناك شهادات موثقة من قبل مسؤول السياس الخارجية كما ذكرتم قبل قليل اعترف أن هناك أخطاء شابة هذه العملية الانتخابية هل هذه العملية الانتخابية التي جاء بموجبها تخول له أن يستمر في الحكم لفترة رئاسية ثالثة مع رفضنا تماما لأي انقلابات عسكرية في أي دولة إفريقية أو غير إفريقية لكن في النهاية هي تمثل نوع من أنواع الاحتجاج على وضع قائم فاسد غير منحاز للشعب وغير عادل وما إلى ذلك من منظومة عادلة وتنموية وما إلى ذلك أنا أعتقد أن المسألة من المهم ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح عند المقارنة ما بين الانقلابات العسكرية ليست كلها على إطلاقها سوءا وليست كل من يأتون عن طريق انتخابات مزورة يمكن أن يمثلون قيمة حقيقية أو قيمة سياسية الوضع في الجابون أكثر سوءا مما كان في النيجر فيما يتعلق بالانتخابات على الأقل فالرئيس محمد بزوم لم يشك كثيرون في شرعيته لكن علي بونجو هناك شكوك داخلية وخارجية كبيرة جدا في العملية الانتخابية وبالتالي هنا هذه المفارقة لابد أن تحسب بشكل أو بأخر ليست الألية هي تجميد عضوية الجابون أو النيجر في اتحاد الأفريقي لا قيمة لها على الإطلاق أنا أعتقد هناك تجارب كثيرة في هذه المسألة حتى فرض عقوبات اقتصادية أو وقف المساعدات أو ما إلى ذلك هي تضر الشعوب أكثر مما تضر الحكام قبل الوصول إلى النتائج الاقتصادية السلبية أو العقوبات التي تتحدثون عنها وصول بريسنجيما قائد الحرس الوطني كيف تقرأه أستاذ محمد هناك ما يعتبر أنه وصول هذه الشخصية تحديدا عبر انقلاب عسكرية هدفه تشتيت الأذهان ربما أو التخفيف من الضغط على الجيش الجابوني يعني هي معرفش هل هي صدفة أم هي مخططة أن يكون قائد الانقلاب في النيجر هو قائد انقلاب في الجابون رئيسا للحرس الجمهوري في البلدين اندل على شيء هو يدل على أنهم يعرفون دهليز الحكم ويعرفون مناطق القوة ومناطق الضعف لدى الرؤساء في البلدين وبالتالي كانت المسألة هنا من الثهل أن يتم استحواز على الصغارات أنا في تقدير ما حدث في الجابون ليس صدفة بل هو معد ومخطط بشكل جيد بدليل السلاسة أو النعومة أو السرعة التي تم بها اتخاذ إجراءات كثيرة جدا وتم تنصيب الرجل كان أحد أقطاب الحكم في عهد الرئيس عمر بونجو وعلي بونجو ولديه من الخبرات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية أيضا ما يمكن أن يخول له التمدد أو التنسيق أو الحوار مع كثير من الأطيار السياسية والعسكرية والأمنية داخل الجابون من هي الجهة برأيكم سيد محمد التي قد تكون ساهمت في وصول جيمة إلى هذا الهرم حاليا أو إلى السلطة حاليا كنت تحدث أنه تم هذا الانقلاب بسرعة تم تعيين جيمة أيضا بسرعة ودقة وكأن كل شيء كان محضرا هل تعتبر أن هناك جهات ساهمت في وصوله؟ لا أقصد على الإطلاق أي جهات خارجية هناك إشارات إلى فرنسا تحديدا يعني لم تتأكد بعد لكن في تأدير أن الجهات هي جهات داخلية هو الجيش مع قوات الأمن مع بعض السياسيين المتضررين من نتائج الانتخابات كانت المسألة تبدو معدة أو مجهزة أو على الأقل هناك قراءة موضوعية لحقيقة الشارع بدليل أن هناك استجابة شعبوية كبيرة جدا داخل الجابون أو مؤيدة للانقلابين لم تأخذ المسألة وقتا طويلا لتسويق المجلس العسكري الحاكم وقائد المجلس العسكري وكأن هناك قياس دقيق للرأي العام وتنسيق وتعاون بين الجهات الداخلية بشكل خاص ربما تكون هناك امتدادات خارجية لا أعلمها بالضبط هل فرنسا يمكن أن تكون لها باع كما أشارت بعض التقارير هل ممكن تكون الصين التي تستورد نحو 60% من نفط الجابون يمكن أن تكون لها باع في هذه المسألة لم نعرف للصين أدوار في هذه المسألة لكن هناك انتهازية اقتصادية معروفة هناك انتهازية عسكرية معروفة من قبل روسيا وانتهازية اقتصادية طبعا من قبل الصين هناك قدر من التداخل في الأمور في هذه المسألة لكن في كل الأحوال أنا في تقديري أن المسألة الأمنية في الجابون أقل حدة بالنسبة للغرب من النيجر النيجر تقع في منطقة مهمة جدا في وسط القارة النيجر حلقة وصل مهمة جدا في مسألة مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة وأيضا هي محل رمانة نيزان في مسألة قلب الطاولة لصالح فاغنر أو العكس بينما الجابون لم تشهد أحاديث حول مسألة متطرفين بالطبع أو مكافحة إرهاب أو حتى فاغنر لم تقترب منها حتى هذه اللحظة أنا أعتقد أن الغرب مواقفه إلى حد كبير أقل حدة في الجابون وكأنهم يمكن أن يكونوا يقد بدأوا التسليم للأمن الواقع والتعامل بقدر من البراجماتية مع الموقف بدلا من الحدة أو تصعيد إلى أعلى الشجرة ولا يعرفون كيف ينزلون منها كما حادث في النيجر كلما كان هناك تصعيد من إكواس أو من دول غربية كان هناك تصعيد مقابل أشد من قبل الإنقلابين في النيجر أعتقد أن المسألة يمكن أن تكون عاكست خبراتها وتجاربها على الجابون وبالتالي من هنا تأتي النعومة أو السلاسة في التصرفات شكرا جزيلا لك من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام محمد أبو الفضل مدير تحرير صحيفة الأهرام محمد أبو الفضل